في صفحة نفسها صفحة 119 من المصدر نفسه من الجزء الأول من الكاف الشريف الحديث الخامس بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبيه يقول حضرت أبا جعفر والد عبد الله بن سنان كان حاضرا في مجلس الباقر صلوات الله وسلامه عليه حضرت أبا جعفر فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد هذا الخارجي يسأل الباقر صلوات الله عليه يا أبا جعفر أي شيء تعبد فماذا قال إمامنا الباقر الله تعالى أعبد من الله تعالى قال رأيته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان قال رأيته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ويستمر الإمام الباقر صلوات الله عليه لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس كما مر شرح هذا علينا قبل قليل حينما حدثتكم عن الكيف والأين والحيث وحينما حدثتكم كذلك عن مثال الشمس الحسي الذي جاءنا به إمامنا الصادق مثالا تقريبيا للمضمون الذي حدثنا عنه لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات ما هي هذه العلامات نحن نقرأ في دعاء إمام زماننا في دعاء شهر رجب الدعاء الذي فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبهم 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 ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك إلى آخر الدعاء المقامات الآيات الآيات العلامات هم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فبهم في هذه الحلقة في هذه الحلقة فإنني أرى الوقت يجري سريعا الباقر يقول بعد أن قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو قال والد عبد الله ابن سنان يقول فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته أنا لا أحدثكم هنا كي أحتج على منكر لله ولا أحدثكم هنا كي أبرهن بأدلة على وجوده على أحديته ووحدانيته أنا لست في مقام الاستدلال في مواجهة الذين ينكرون هذه العقيدة أنا في مقام شرحي وبياني عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة وهذا وهذا ما بيّنته لكم في أوائل شهر رمضان من أنني لست في مقام الاستدلال والمحاججة أنا في مقام الشرح والبيان كي أضع حدود خارطة خارطة عقيدتنا السليمة بحسب ثقافة العترة الطاهرة قد يأتي استدلال هنا أو هناك ليس مقصودا هو جزء من الشرح والبيان ولذا فلا تتوقع مني أن أناقش فلسفة معينة تشكك في وجوده سبحانه وتعالى أو أنني سأقوم بمناقشة ما يسمى بفكر الإلحاد في زماننا هذا أنا لست بصدد الحديث في هذه الموضوعات غاية أن أشرح عقيدتنا السليمة وفقا لثقافة العترة الطاهرة أذهب بكم إلى الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة من الكتاب الذي بين يدي الحديث السادس بسنده عن محمد بن حكيم يحدثنا عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه محمد بن حكيم يقول كتب أبو الحسني موسى بن جعفر صلوات الله عليهما إلى أبي الإمام كتب إلى والدي محمد بن حكيم ماذا كتب له أن الله أعلى وأجلوا وأعظموا من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك هذه مشكلة حدثت أيام إمامنا الكاظم نشأت عقيدة تجسيم وتجسيد في أجواء كبار صحابة الإمام الكاظم هذا موضوع جانبي لسنا بصدد التوغل فيه لكنني أردت أن أشير إلى هذه المعلومة ولو بشكل مقتضب كي تعرف إلى أي شيء يشير إمامنا الكاظم هنا حين يكتب رسالة إلى والدي محمد بن حكيم عادة الأئمة لا يكتبون الرسائل إلا إلى أشخاص مهمين أو بسبب أحداث مهمة أو أن سؤالا خطيرا وجه إليهم بشكل كتبي ولذا ماذا يقول محمد بن حكيم كتب أبو الحسني موسى بن جعفر إلى أبي أن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته لا تستطيع العقول ولا الوجدان ولا الحواس ولا الإدراك البشري ولا البصائر أن تدرك كنها صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عن سوى ذلك فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك هذا الذي أشرت إليه في بداية حديثي في هذه الحلقة من أننا إذا ما رجعنا إلى ثقافة أئمتنا في عقيدة التوحيد هناك أحاديث تنهى عن الوصف وهناك أحاديث تأمر بالوصف الأحاديث التي نهت عن الوصف نهت عن الوصف بحسبنا بحسب مداركنا والأحاديث التي أمرت بالوصف أن نصفه بما وصف به نفسه عبر قرآن محمد وآل محمد المفسري بتفسيرهم وعبر حديثهم المفهم بتفهيمهم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم هذا القانون لا بد أن يكون شاخصا أمام أعينكم أمام عقولكم أمام قلوبكم أمام وجدانكم أمام بصائركم إن كنتم من أهل البصائر يا ليتنا يا ليتنا كنا من أهل البصائر ماذا نصنع لقذارات الثقافة الناصبية التي حقنها في عقولنا أولئك الأغبياء في حوزة الطوس في النجف والتي حالت فيما بيننا وبين أن نكون من أصحاب البصائر هذه القذارات والنجاسات العقائدية التي جاءونا بها من سقيفة بن ساعد تحول فيما بيننا وبين أن نكون من أصحاب البصائر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول فصفوه الحديث عن الله سبحانه وتعالى فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك وفي الحديث السابع أيضا عن إمامنا موسى بن جعفر يحدثنا المفضل بن عمر يقول سألت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة من الصفة بحسب مداركنا بحسب المقايسات وفقا لصفات المخلوقين مما تذهب إليه عقيدة السقيفة بن ساعد ومما وقع فيه بعض كبار الصحابة من أصحاب إمامنا موسى بن جعفر في عقيدة تجسيم وتجسيد وتشبيه المفضل يقول سألت أبا الحسن عن شيء من الصفة إمامنا الكاظم وضع حدا فاصلا فقال لا تجاوز ما في القرآن وانتهينا لا تجاوز ما في القرآن ولكن عن أي قرآن يتحدث باب الحوائج يتحدث عن قرآن بايعنا عليه في بيعة الغدير عن قرآن مفسر بتفسير علي وآل علي عن قرآن يقترن بحديث علي وآل علي كما في حديث الثقلين إنه حديث مفهم بتفهيم علي وآل علي إنها بيعة الغدير أتلاحظون أن مضمون بيعة الغدير يلاحقنا في كل حرف من حروف الصحائف العقيدة السليمة كم هو حجم الخيانة إذن خيانة الشيعة لمضمون بيعة الغدير والسبب النجف 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 هذا البلاء العظيم النجف 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 بلاء من هناك الطوس 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 مراجع النجف مراجع النجف مراجع النجف البلاء البلاء من هناك فإمامنا الكاظم وضع لنا حدا فاصلا واضحا لا تجاوز ما في القرآن أي قرآن إنه قرآن بيعة الغدير ما هو هذا القرآن هل هو قرآن جديد قرآن بيعة الغدير هو قرآن محمد وآل محمد هو الآيات البينات المخزونة في صدورهم والمفسرة بتفسيرهم هذا هو قرآن بيعة الغدير من هناك نأخذ التفسير من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فبهم فبهم بهم كما في دعاء شهر رجب فبهم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذا على مستوى التكوين أما على مستوى التشريع فبهم فبهم ملأت عالم التشريع عالم التدوين عالم الفكر ملأت ملأت سماء و أرضها حتى ظهر أن لا إله إلا أنت للحديث هي صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى لنشياء